أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا اليوم الأثنين ثلاثة كانون الثاني يناير القمر موجود في برج الجدي في خلو مسار في ساعة متأخره وبعدها بدوا ينتقل القمر لبرج الدرو طبعا القمر موجود الآن في منزلة سعد الذابح وهي موعد بث في الحلقة طبعا وهي للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية بمعنى آخر طبعا رح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 7 و22 دقيقة مساء بتوقيت جرنيتش من مساء اليوم الأحد بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 53 دقيقة من بعد عصر اليوم الأثنين ثلاثة واحد لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد السعود وهي توطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي وبما أنه موجود في برج الجدي معناته بيأثر علينا صفات برج الجدي منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو عقد تأمين أو تجديد عقد تأمين بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مؤثرت طبعا هاي بنذكرها كل يوم ممكن أنها تكون متكررة لدى البعض فإحنا بنكررها لحال أو للوقت اللي بتنتهي فيه أول زاوية هي زاوية التسديس إيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي مستمرة لغاية نهاية اليوم له ثلاثة واحد بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس الإيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية يوم أربعة واحد بتعزز قدرتنا الإدارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي مستمرة لغاية يوم ثمانية واحد بتطفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع بين زحل وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية يوم ثلاثة عشر واحد هاي شوي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على القيام كل القيم والعادات وحتى متمردين الأبناء على أهلهم طبعا هاي إلها تأثيرات على وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل فيضانات أو إشيئة علاقة بالطائرات وأمور إلها علاقة بالسك الحديد بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم وهي زاوية ما بين الكواكب بين القمر والكواكب الأخرى الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة سبعة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من طبيعة هاي زاوية ها بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدس عنا وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك مثل الفن والديكور والتجميل الكتابة التأليف يعني أشياء مثلها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وتمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 24 دقيقة مساءا يعني بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بالنسبة لهي زاوية كلها تأثيراتها من الساعة يعني طول اليوم طول اليوم بتأثر فعشان هيك بتدمجوها مع توقعاتكم اليومية بالنسبة لخلو المسار رح يبدأ الساعة 24 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام ساعة 10 و43 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 و43 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج القمر بيكون انتقل من برج الجدي لبر جد فطبعا إحنا اليوم ما رح نذكر أي إشي عن الانتقال في حلقة الغد إن شاء الله رح نذكر تأثيرتها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية خلال هذا اليوم الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظم الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر الطحال الجهاز أو جهاز التوازن اللي هي الأذن الوسطى مثلا طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية اللازمة وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي إما إننا بنأخذ العلاج المناسب أو مراجعة الطبيب بالنسبة لليوم طبعا يوصى بإجراء عملية جراحية اليوم مناسب جدا وخصوصا إنه القمر سعيد بنسبة عالية والشمس سعيد بنسبة عالية أما بالنسبة لأعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة فطبعا ما بنصح فيها لأنه الزهرة بتتراجع يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي مثل القص أو الصبغ أو معالجة الشعر ولكن يصلح أيضا هذا اليوم لأنه في حالة نمول القمر يصلح للقص العلادي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم ما فيه أي مشاكل بالعكس يوم مناسب جدا للجميع بالنسبة للقمر بما أنه موجود في فرج الدلوخل والمسار القادم رح يكون يوم الأربعة خمسة واحد بيبدأ فيه تمام الساعة اتناعش وأربعة وأربعين دقيقة بعد منتصف الليل اللي هو بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء وبيستمر حتى تمام اليوم التالي اللي هو يوم الخميس ستة واحد حتى تمام الساعة اتناعش وستعشر دقيقة بعد منتصف الليل الأربعاء على الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت يعني أنه خلوه المسار قرابة الأربعة وعشرين ساعة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الجديد عمر يوم في تمام الساعة سبعة ودقيقة صباحا بيصبح يومين نسبة الإضاءة خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد اليوم سعيدة بنسبة تسعين في المية القمر في الجدي بد ينتقل للدلو حتى يوم ستة واحد رح ينكث في الدلو سعيد بنسبة مية في المية عطارد في الدلو حتى يوم أربع واحد طبعا الآن هو سعيد بنسبة ستين في المية ورح يستمر لساعات المساء يعني لبعد المغرب بعديها بيصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية لأنه بيكون خلص انتقل واستقر وبلش يشكل اللي هي زاوية التربيع اللي ذكرناها في حلقة انتقال عطارد أما بالنسبة للزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسع وعشرين واحد فهو سعيد بنسبة صفر المريخ في القوس حتى يوم أربع وعشرين واحد منتحس بنسبة صفر المشتري في الحوت عفوا حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم ثمنطاش واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بالنسبة لبلوتوف الجديد ليوم 29 أربعة برضو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر الآن موجود في البيت العاشر يعني بيت السمعة بيت العمل بيت العلاقة مع المسؤولين فعشان هيك اليوم مناسب هذا الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل والأشخاص اللي بيعملوا بيقدروا ينجحوا بالدفع بمصالحهم في مكان عملهم وعلاقاتهم مع المسؤولين وبيقدروا يحافظوا على إنجازاتهم القائمة برضو في مكان ومجال عملهم أهم شيء اليوم ما بينفع فيه الإنفعال وما بينفع فيه العصبية لأنه هذا اسمه بيت السمعة فأي مشكلة أو مخالفة قوانين ممكن أنه اليوم تشوه سمعتك فعشان هيك أنت بغنى عن هذا الأمور ده تضبط أعصابك وتحاول أنك تحرص على استقرارك فعشان هيك النصيحة أنك تتجنب الخلافات وتتجنب المجازفات الشائكة والأمور اللي ممكن تشوه السمعة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا اليوم مميز جدا القمر صار موجود في البيت التاسع يعني بيت السفر البعيد بيت القضايا القضائية بيت الامتحانات الجامعية بيت الاتصالات بيت الاستراد والتصدير يعني بكل الأمور هو ممتاز فعشان هيك بتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وخصوصا أو لا سيما لبعيدة وبتشعروا اليوم بقوة العاطف عندكم أكثر من الأيام العادية وبتشعروا أن أحباكم بلشوا يتجاوبوا معكم أو يعني في أذن صاغي أو تقدروا تتحاوروا معهم أو تتقربوا من الأحباء أكثر ممكن اليوم بعضكم يخرج في رحلة أو يروج لعمل أو ممكن تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها يعني تجيكم بطريق الصدفة أو تكون مقصودة ولكن أنه معلومات يعني بالنسبة لكم مهمة جدا وبكون برضو اليوم في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتكم العاطفية والعائلية برج الجوزة بتعيدوا اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة لأن القمر صار موجود في البيت الثامن وهو بدل على كل الأموال اللي فيها شريك أو فيها شخص إلو علاقة بهذا المال مثلا بنك قرض من بنك البنك شريكك شريكك بالعمل الشئ الزوج شريكك بالمال أي حد شريكك بالمال فهذا اليوم هذا يوم باعتمد على هاي المسائل الفرصة متاحة لمكسب مالك ولكن بنصح أنه تحاولوا تخففوا من النفقات المتصاعدة اليوم تقدروا تطلبوا بأموال لإلكم أو تستردوا أموال أو اللي بدوا قرض مثلا اليوم مناسب حاولوا أنك تسارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تطلقوا اليوم مساعدة أو تعاطف ممكن يكون لكم بعض الاهتمامات في أمور إلها علاقة بالعائلة أو بأحد أفراد العائلة عليكم أنك تتحلوا بالليونة والتفكير الموضوعي في كثير من المسائل يعني ما في داعي للعصبية برج السرطان ما زال القمر مقابلكم تماما في بيت الشراكة وطبعا صار معروف لدى الجميع أنه القمر لما بيكون مقابل أي برج بسحب من طاقته يعني بعطيه إيجابية فهو مناسب مثلا لتعزيز شراكاتكم علاقاتكم العاطفية علاقات الأزواج مع بعض أو التقارب أو المصالحات يعني بكل شيء له علاقة بالشراكة في العمل أو في العاطفة فهو ممتاز جدا ولكن يعني برضو عشان نعطيها للأشخاص اللي بدهم يرتبطوا بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري أو تحديد وقت لزواج معين خلال هذا اليوم ولكن الفترة السلبية هاي ضاغطة من ناحية طاقتكم لأن الطاقة هي ضعيفة فما بينفعكم سوى الصبر والمرونة ما في داعي للمواجهات والمشاكل لأنه أنت الحلقة الأضعف اليوم وخصمك أقوى منها فعشان هيك ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات ما عليك إلا أنك تمسك أعصابك برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك لأن القمر زاءه موجود في البيت السادس اللي إله علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فهو بيضغط عليكم من ناحية العمل ما بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال أو تجدوا أنه عندكم فتور ما بتكون تشتغلوا بتكون تأخذوا إجازة بتكون تتهربوا من أعمالكم حاولوا قدر الإمكان أنه تنجزوا الأعمال عشان ما تتراكم عندكم لأنه برضو بانتقاله القادم لدله رح يكون مقابلكم أكثر فطاقتكم رح تكون أضعف فعشان هيك يستحسن ما تراكموا العمل عندكم وأهم شيء تنتبهوا لغذائكم وتنتبهوا لراحتكم بتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم تحاذروا من الجدال مع المعاونين أو مع زملائكم في العمل وحاولوا إنكم ما تهملوا صحتكم زي ما حكينا حاولوا إنكم ما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتم للعمل لساعات إضافية عشان ما تتراكم الأعمال عليكم ويصير محاسبة أو مساءلة عليكم أكثر أهم شيء ما في داعي للخلافات في مكان العمل أو مع أشخاص إلها علاقة بعملكم برج العذراء القمر الآن صار موجود في البيت الخامس ومستقر تماما وسعيد جدا فعشان هيك اليوم تجدوا رغبتكم في التقرب من أحبائكم أكثر يعني بترغبوا اليوم في تعزيز العلاقة معهم أكثر أو المصالحة أو تراجع عن قرارات سابقة ممكن بعضكم يمارس هواية معينة أو يشيئلوا علاقة بالتجميل اليوم إجمالا ما بيتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا عاطفيا بتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فهي تعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار وللارتباط أهم شيء أنه ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة واتجاه الأحباء وحاولوا قدر الإمكان ما تفرضوا رأيكم على الأحبة لأنه ممكن شوي هاي تخلق بعض المشاكل أو تزعج الأحبة أو يصير في بعض الخلافات من وراء هاي النقطة حاولوا تعملوا نوع من أنواع التقارب والمصالحات وحاولوا إن كل يوم تستغلوا في تصحيح الأخطاء برج الميزم القمر الآن موجود في البيت الرابع يعني بيت العائلة بيت البيت بيت العقارات فعشان هيك اليوم تقدروا إنكم تدخلوا أي تعديل مطلوب على مسكنكم كان ديكور تصليحات مشتريات ترتيب مناسبات مثلا اليوم برضو رح تجدوا تعاون من أفراد العائلة في كثير من المسائل ممكن تستشيرهم أو تطلب منهم مساعدة معينة فما رح يخذلوك أهم شيء إنه ممكن يصير بعض القلق حول وضع عائلي أو منزلي من أعطال مثلا أو التزامات الزيادة أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية اللي بتطلب منك الحكمة وعدم التهرب من المواجهة أهم شيء زي ما حكينا ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع العدائية ومتوترة بسبب مشاحنات أو سوء تفاهم وأهم شيء إنك تراعي وضعك الصحي أو وضع أحد أفراد العائلة برج العقرب القمر الآن استقر في البيت الثالث وهو بيت التنقلات والاتصالات والامتحانات والتجارة المحلية لالتجار أو اللي بسوقه لا شيء معين فهذا يوم مناسب لا السفر والاتصالات مناسب لاجتياز امتحان وخصوصا لمراحل الابتداء والثانوية بتقدروا تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران أو المصالحة أو تطلبوا حاجة منهم مثلا ويلبوا لكم الدعم اليوم تدعمك الحضوظ في كثير من الأمور وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وعندك سرعة بديهة عالية إنك تقنع أي شخص بوجهة نظرك أو تحلل أي شخص عشان هيك اليوم أنت ملفت للنظر الأجواء عندك لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس بالنسبة لما هوليد برج القوس القمر الآن في بيت المال فعشان هيك بتكون اليوم تكونوا جاهزين لفرصة ممكن تيجي فيها من وراها مكسب مالي المكسب هذا يبيجي من عمل إضافي يا مستردات يا هبات يا نوع من أنواع الدعم مع هيك بتكون تحذروا من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية اليوم ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال يعني مش كل شيء بعجبك تروح تشتريه وأنت مش بحاجته ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فهي هاي الفترة فترة إيجابية ممكن تتحقق من خلالها ربح وبرضو إذا إلك أموال عند ناس ممكن أنك اليوم تطالب فيها وتستردها برضو التحذير على هذا اليوم وهو مش تحذير كأنه رح يصير أنه تنتبهوا على أموالكم وأغراضكم من السرقة أو الضيعة برج الجديد ثقتكم بأنفسكم كبيرة اليوم يعني أكثر من الأيام الماضية وبعمكم النشاط بشكل واضح تماما فعشان هيك اليوم ممكن تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم ممكن تهتموا في حالكم أكثر من ناحية تجميل مثلا أو لباس جديد أو تغييرات اليوم بيحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود لأيام ضغطت عليكم وأثرت عليكم بشكل كبير فعشان هيك اليوم إن لازم تتحلى بالحكمة والواقعية عشان تحل كثير من الأمور بدك تكون واقعي فبتشتد عزيمتك اليوم وبترتفع عندك المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا استغلت الفرص بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا آخر يوم بتطلب منك إنك تضبط أعصابكم لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب في ساعات متأخرة رح يوصل القمر لعندكم في حلقة بكرة رح نحكي عنه ولكن بالنسبة لهذا اليوم هو آخر يوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأنه بتهدأ الوتيرة عندك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شيء ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية مخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها ممكن بعضكم يكون لمراجعة مستشفى أو زيارة مريض أو زيارة سجن مثلا أو الاهتمام بهاي القضايا الأهم من هذا ضابط الأعصاب وتنتبهوا على صحتكم على غذائكم وعلى راحتكم برج الحوت طبعا بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم بدهم يحاولوا ينجزوا كل اللي بيقدروا عليه قبل غروب الشمس لأنه بالأيام الجاي القمر رح يكون موجود بالدلو في بيت نتاعبكم فهي فترة ضاغطة وسلبية عليكم استغلوا فرص أنه القمر بيدعمكم اليوم اليوم بوسعك وتعزيز صداقاتكم واستغلال أصدقائكم لمساعدتكم في بعض الأمور ممكن اليوم تحقق أمني ومساعد الصديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الأفاق وممكن تحتفل اليوم بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك الأجواء جيدة وممتازة جداً وبتجد أنه اليوم بتخف الضغوط عليك بشكل وافي تماماً وبيطمئن بالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء